قال قد وقع عليكم من ربكم ريكس وغضب الريكس العذاب في هذا المقام وغضب فالله يغضب سبحانه وتعالى ويحب ويكره على الوجه اللائق به عز وجل أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان ووضح معنى أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم كان الكفار يأتون يصنعون أصناما ويطلقون عليها إسما من أسماء الإله سبحانه وتعالى يصنعون صنما يقولون مناه من اسم المنان العزة من اسم العزيز ألات من لفظ الجلالة الله كل هذا من الباطل حجر تطلق عليه إسما وتعبده كشخص آكل بصلا هو سمى البصل في اصطلاح نفسه سمى لحم سمى البصل لحم هو الذي سمى البصل لحم ففي البيت أكل بصلا وانتفخ وخرج يخرج وشاءه على الناس وتقريعه على الناس وريحته على الناس فقال له الناس لماذا أكلت يا أخي قال أكلت لحما يا أخي رحتك رحت بصل قل لا أنا أكلت لحم هو الذي سمى البصل لحما كهؤلاء أتوا بحجر وسموه إلى سموه اللات سموه العزة سموه منات يا أخي هو حجر افهم يا أخي هو حجر ليس بإله قل لا هو هذا الإله وكذلك الذي أكل بصلا سمى البصل لحما هنا قال الله تعالى إن هي أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وأبوكم أنتو الذين سميتوها إله هي ليست بإله الله سبحانه في السماء مستوع العرش أنتم وأبوكم ما نزل الله بها من السلطان ما في حجة في الكتاب العزيز ولا فيما أوحي إلى الأنبياء قبل ولا إلي أن هديئ لها أنتم الذين سميتموها ما نزل الله بها من سلطان ما نزل الله بها من حجة ولا دليل فانتظروا أي انتظروا عذاب الله الذي طلبتموه إني معكم من المنتظرين أنا منتظر ما سيحل بي وبكم وأنتم منتظرون ما سيحل بي وبكم فأنجينا وذلك بعد أن أرسل الله عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس المستمر كما قال تعالى كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأوليقوا بالطغية وأما عاد فأوليقوا بريح صرصر عاتية شديدة البرد شديدة الإهلاك سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما متصلة لا تتوانى إلى أن استأصلتهم تماما قال تعالى فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بأيتنا محوناهم واستأصلناهم وما كانوا مؤمنين وما كانوا مؤمنين بل كانوا كفرا كانوا كفرا استفيد أن إهلاك الظالمين نعمة من الله سبحانه وتعالى